ولكن بالإضافة إلى هذا المحور إحنا أخذنا أيضا محور مهم جدا الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري وعدم إيقاف العديد من الأنشطة الاقتصادية وده يمكن من إيماننا لأن نعلم تماما ونعي أن هناك ارتباط ملايين المصريين وبالتالي ملايين الأسر بأنشطة كثيرة جدا بتتصف بعدم الاستدامة وإنها بيطلق عليها أعمال يومية أو أعمال موسمية وبالتالي كنا بنراعي بصورة كبيرة جدا 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 إزاي أن نحن نحقق الاتزان والتوازن ما بين المحورين دول محور الحفاظ على صحة المواطن وأيضا التأكيد على استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري وده اللي يمكن الحمد لله وبفضله كرم كبير جدا من ربنا خلانا كدولة نكتاز بأقل ضرر ممكن وبنجاح ما يطلق عليهم الموجة الأولى والموجة التانية لتدعيات هذا الفيروس اللي هو بدأ لو حضركم تتذكروا من العام الماضي بالتحديدا في مصر من شهر مارس الماضي وكانت الزروة بتاعة الموجة الأولى في نفس هذه الفترة بالزبط من العام كانت أواخر شهر رمضان وعيد الفطر في العام الماضي وبعدين طبعا الموجة التانية الحقيقة بدأت مع نهاية عام 2020 مع دخول فصل الشتاء وبداية العام الحالي عام 2021 وشفنا تزايد كبير للأعداد ورجعت بعد كده الأمور استقرت والنهاردة احنا موجودين فيما يطلق عليه الموجة التالتة لهذا الوباء والحقيقة الموجة التالتة يعني كما حضركم أكيد متابعين على مستوى العالم بتتسم بتزايد الأعداد بصورة كبيرة جدا الأعداد النهاردة بقت موجودة على مستوى العالم أعداد ضخمة ويمكن شفنا للأسف أيضا تحور هذا الفيروس في بعض الدول بطريقة يعني شديدة الخطورة وابتدت أنها يعني تصل إلى مرحلة الكارثة الإنسانية ويمكن يعني إحنا بندعو الله أن مصر متواجهش هذه الظروف الصعبة اللي أكيد حضركم متابعين العديد من الدول النهاردة بتواجهها وبتعاني منها بصورة هائلة والحقيقة الحمد لله وبتوجهات من فخامة الرئيس إحنا يعني بنحاول حتى ندعم العديد من الدول اللي النهاردة إحنا شايفين أنها وصلت فيها الجائحة إلى مرحلة الكارثة الإنسانية وده إمانا بدور مصر وقوة مصر النعمة في دعم كل يعني الدول اللي إحنا شايفين أنها بتعاني من أي ظروف شديدة الصعوبة في خلال هذه المرحلة شكرا